اشتركوا في القناة يبدو من خلال تصريحاته البارح في ملف المعلمين النواب بحيث انه اسرار من الوزارة وتفضل البارح ممثلها سيمو حمد الحاج صالح بالتدخل انه الغالب فما اربعلاف مما تبقى من المعلمين النواب من الجموش تسوي وضعيتهم بالادماج والترسيم كما تم الاتفاق على ذلك سابقا ورئيس الجمهورية البارح في تصريح اللافت في نقاءه مع سيدة نجلة بودن في اخر فقرة يقول واكد رئيس الجمهورية على ضرورة ايجاد حلول سريعة لعدد من القضايا التي زادت تعقيدا نتيجة التزامات تعهدت بها حكومات سابقة وكانت تعلم جيدا انها لن تجد طريقها الى التنفيذ خلنا نسمع اكستري سيد وزير التربية في فتح السلوتي راهو دورنا كوزارة انه نخليه المرفق العمومي منتاع التربية يستمر وبالتالي بقى اذا كان واحد ما يلتحقش في التواريخ اللي بيش نحدوها راهو يعتبر متخلي ما عنديش خيار اخر من سوء الحظ نقول هذا بكل مرارة ماذا بيا ولداتنا هذوما اللي تكونوا ولدحاوهما اللي شدوا اما اذا كان بش نفوتوا اجل معين وفوتنا عتخدوا ان نفوتنا وما عادش حتى لو اليام عادش صابرين واحنا من الصابرين واحنا منتاع كلنا اسف وحزن على الوضعية هذية من نجموش المسألة تتواصل الى ما لنهاية لحنا مشوفشو في عهد سنة بيضاء مش معقول وبالتالي هات نرجعو نرجعو نحاورو اما نرجعو نخدمو ذلك كيف كيف يلا نرجعو نحاورو نرجعو نخدمو سمعني ملفات منو هذي اكد لك انو زادا من السهل منحكمو نحنا هنا يورا ميكرو من السهل نعلقو احنا في ديارناو قاعدين في قهوة ولا قاعدين ننبرو في سياسة فما الدولة في الظرف هذي يزمها راس منحاس ملف هذا بركة راس منحاس زيد الهاني انت بجميع اللي يرفضوا له ضراب وكان ما تخدمش بره شدارك طو يعاوذك غيرك هذوما معلمين نواب الرأد رسمي وقوانين هابطت وبشكل معناها فيه طابعة دولة وتمثيلية الدولة يقولون هابطتكم في 2022 بعد ما خدمتوا السنوات هذية اللي استمرت خمس سنوات ست سنوات رأوا بش يتم ادماجكم ويتم ترسيمكم اليوم الوزارة قالت راني ما عنديش فلوس لعملية الترسيم هذية البارح سمعنا سي محمد حال صالح اللي بقيتكلم قال جزء منهم سيء تم الادماج اما الجزء اللي خرانا ما النجموش للامكانيات المالية للالتزامات هو من نواب يقول لك واقترحت عليهم ووزارة كالتالي تكملوا بسيغة هذية التعاقدية ويتم ادماجكم مرحلية سنوات القادمة بشكل تدريجي شهريكم نوعدوكم قال لكم كل شهر تاخذوا شهريكم ما عنديش فهم التأخير اللي يعنيوا منه المعلمين نواب لكن راهو الترسيم ما النجموش انتزياد باكل مواقف بتاع الاضراب لا ودرشنية وطوى سيفات حسلاوتي كان واضح قال لك رانا بش ننتقلوا اللي مش مش يلتحق بالبوست متاعه متخلي 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 ونعوضوه والناس دي تفقد الاقدمية وتفقد حقوقها وتفقد كل شي في الوقت اللي يقول لك كانت دولة انت الدولة رك الرئيس يقول له من هنا يقول له مشوفولي حل في التزامات تعهد بها حكومة سابقة وكانت تعلم جيدا حكومة سابقة انها لن تجد طريقة الى تنفيذ هيا يا سي زياد الهاني ساهل الميكرو ساهل نصبح وكل صباح على استوفيق شرف الدين احسب روحك في موقع القرآن انت تاوشي عمل زياد الهاني الحاجة اللونية نحب نذكر انه اليوم نحن قاعدين ندعفون في ضريبة غياب الحوار الوطني وتحمل المسؤولية في الدين المشتركة للنهوض للبلاد وعلى اساس انه مش تم مش الناس كون تعب فميزا بتكون تم تضحيات لكن تضحيات تكون مشتركة ما بين الناس الكل والتما عن طريق قناع واللي غالطوا يركب رأسه يلقى في الدين البقية الاطراف الاجتماعية قولوا لا اركح في انتريذ لانه تم عندنا اولويات فيما يتعلقني بالاولويات وعلشان ديما كان الغضب متاعي على النقبات في القطاع متاع التعليم يتجاوز بكثير ربما المواقف الحادث اللي اتخذها في قطاعات اخرى لذي نعتبر ان تونس تاريخيا الرصيد متاحة والطروة الحقيقية متاحة هي المادة الشخبة هي التعليم هي كالصغيرات في ديادوكم فبالنسبة لي انا العب بكل شي حارب بكل شي ناور بكل شي الا التعليم فهو مقدس يعني انت مع موقف سيفتحي طبعا 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 اللي ما يلتحقش يتم التخلي طبعا انا اقول لك العب كثمة اولويات ما بين الاولويات انك انت تصبر على وضع صحيح انت في انتي مضرور في انتي فيه لكن هاو عندك اليوم واحد جدي بيقالوا في اني بشيقع الحل الاشكالية في انتي بتاعك وما بين منشي رفدي اخرى انك تضيع عشرات الالاف من التوانسة والمشكلة راهو ما هو شي كان في كل مقرأ وشبركة محيط كامل اليوم قاعد ياد في الثمن اليوم عندك بدارسة صعيبة انا نبارها قرية تدويلة اللي استاذة واجدها لهذه على مدرسة اعدادية في الظاحة في شمالية لناء في منطقة صعبة فيها اكثر من 500 تلميذ فيها في اني كان مدير وقيل العام لا فيها قيمين لا فيها عملت النظافة فاستاذ تغذب في الوسقق وفي الخفج وفي الانفلاتات كاملة وكذا وكذا لو كان عندي اولويات تحترمها واشي يبقى يبقى نحنا صحيح تم التزامات اخذتهم في الحكومة في الدولة في الدولة في الدولة في الدولة مثلا فيني حتى فيدي مشكلة انه فيني بالنسبة لي اليوم نجي صراح هانا نحنا نخزينا التزامات على المستوى الدولي ووجينا في الدولة براوما عن ناجل الميكانية واضح بورهير معانتها تشوف الدولة وقت اللي اخذت الاتزامات هذه وهي تعرف ومن 2011 صندوق النقدول يقولنا يلزم تحض من الكتلة تلوجور تحض من الكتلة تلوجور تجي فما في ظروف تاريخية معينة الناس بيش تعمل السياسة والشعبوية صح في حكايات بعد نجيو للتنفيذ ملقيش تقول هذو ما نقولك ضحايا سبعة سنين مضحين الرئيس كيما في قصة القانون هذيك بتاع تشغيل من طالت بي طالت ويقالهم ليه هذي 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 عملتهم الدولة تاو وصي فتح يعطي الصح في الموقف اللي خذيه الدولة قاتلو كف 4 سنين نعطيك الشهرية نفسة الشهرية نفسة وهتون نحاول الانتداب في 4 سنوات كل برحة شوية مرحلة خطر الانتداب بيش تزيد الانتداب بيش القرض اللي بيش ناخدوه اللي بيش نسكره بالمالية العمومية بيش يحبس القرض يجب ناخدوه على كهل الاربع لاف هذو مرحلة يقول لك نعطيك في الاربع على كهل البرش ما هو الانتحاد والنقابة يتطع معاك زياد قال لك يزم نضحي يقول لك شنو نضحي كان يعني التهرب الضريبي ما همناش الكذا اما في التزامات دولة وبصحة عليها وعباد ربي يعلم عليهم وعمار هم الاربعين سنوات وخمسة واربعين سنوات هما لازموا ضحي على خطر املاءات ووقف الانتداب في الوظيفة العموبية وقعد وخودوا الشهرية تحت عيد سيرت كده والاربع سيرت انا منش بشنطردك انا منش بشنطردك انت بش تخلص في نفس الشهرية مع زميك المرس هذي زد عقلية مصمرة في عيد الاهم في الموضوع هذا يقول تعرف الموضوع هذا يقول المية وخمسين الف تلميديا زمياجوا يعقل خنس ما توا معايا على المباشر سعاد الحمداوي اللي هو المنسق الوطني للمعالمين للنواب البارح كان دخل معنا ممثل وزارة تربية خنشوف وجهة النظر للمعالمين للنواب وهو ما في ذروة هالنظال متاحهم من أجل تحقيق المطالب سعاد السبعة الخير السبعة الخير برهل السبعة الخير مصطنعي كنت تتبع في النقاش هنا في البلاتو عاد كنت تتبع في النقاش أحنا لدى نزيل التربية الخج ويحكي إنه الأمور المالية أمور مفروغ منع يعني بشعطينا كما نفس الحقوق متاع المترسمين شنو المانع بشي كامل يعطينا السيفة القانونية كي أنا ونرجع ناخذ معنا المانع المانع سعاد الواضح الدولة اللي التزمت مع صندوق النقد الدولي في أنه ما عادش فما انتدابات في الوظيفة العمومية وفي الضغط على كتلة التوجور والحكايات هذية ما عادش تنجم تزيد ترسم يعني أكثر من العدد اللي موجود الآن واللي هي بالعكس مطالبة أنه تلقص منه وزير التربية ينهارت لي ثابت ذلك انتداب تجاه وحكاة تفصيح الأخبار الوطنية اللي ما كان شما مركز مالية مخصصة لانتداب خرجي التربية والتعليم وهو القالحة الحل وين القالحة اللي من المطروض المركز المالية المخصصة هي دفع سبتمبر 2022 عندها مقام الحكوم وزير التربية هنا ينجم يحل يسمع نحن نوصل للتحف الاتفاة توازمونات المالية معلومة يعني تراثة ميزانية لانتداب الثلاث وار تم انتداب سبتمبر 2021 لكن سبتمبر 2021 هي الموضوع الخلاف هي وقت سبتمبر 2021 وقع سبتمبر 2021 سعادل سعادل احنا اليوم هذة كل الخلافات انتي عمل لي انا عمتلك كذا وط اليوم الحل سعادل يقول لك الوزير التربية انا اتعهد على مدى اربع سنوات يتم تسويت هذه الوضعية احنا توا وحلين في دفعة الفين وثين وعشرين ما المانع اليوم القبول بالكلام اللي قال الوزير التربية الضمانات انه الشهار يتصب في وقتها نفس الامتيازات مع الوخيان المعلمين المترسمين ونحاسبه على اساس اربع سنوات هذا حل الوزارة تمد فيها في ديها لكم انتوما التسعيد التسعيد الان لمصلحة شكور وميال يقول سعى الميديا رجو يقرأ اخويا برغام احنا نات ضحية تقريبا عشر سنوات عارفين ذلك بدون عجر وبدون خلص احنا مدانة امور المالية موجودة متوفرة وما ليش اشكال وقت اللي نزير حكيمة سفتنا القانونية تو نرجع نخذ معلها ورحة شمعنيها الصيفاتنا القانونية يعني استتباعاتها واستتباعاتها في علاقاتها بالترسيم او الا الصيفة فقط الصيفة هي علاقاتها بالترسيم لكن نحن ما نستارش منصبر للترسيم المما اعتنا صيفة قانونية وده مش يكون موضوع للتفاوض في جلسات قادمة او الي لايه والله الموضوع يطرع على ودية الكربية انه من مفروض ودو سعادة اليوم وزير التربية يقول لك يا معاش النجم نصبر عندي مئة وخمسين ألف تلميذ يستناول الآن بدون معلمين يقول لك أنا للأسف سأضطر اللي ما يلتحقش نعتبره متخلي يا سيدي احنا طوى في وضع اللي احنا فيه فما في الاشكال هذي اش بش تعمل معناها بش تدعو زملائك انه يلتزموا بالاضراب وعدم الالتحاق واضح 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 كان معنا سعاد الحمداوي منسق الوطني للمعالمين النواب شكرا جزيلا لك لاخبار مع سالم اهلال ونرجع الى استقناف باقي فقرات برنامج اتمنى وستو تتفين دقيقة تسموا فينا في ميسيون انفوسيبل علي فهم احلى راديو فقر هذي فيها عركة كبيرة في وسط هيئة التحرير نجيب تزيري حاب يستول عليها قال اينا الوحيد لنجم نعمل فريفود لنفو اينا الوحيد لنجم نقدم الادلة شنو الخبار الصحيح نو الخبار الغالب لكن في الاخير اضطرين نعمل قرع ضربات الجزاء خمسة ضربات جزائبه قبل صفر شيت منهم واحدة عليمين واحدة عليسان واحدة ضربت في البار الفوقاني واحدة البار اللوطاني وماركة حتى بونتو ومنهم واحدة شيت جيت في الريح اهلا غالب اريش شيري الاربيت اريش شيري الاربيت ومصر 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 يلا اريش الحمروني في الوحيد لفو بما اني شيري الاربيتر لا 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 توبنوا لفا صاعدا فقرة غريفود لنفو تحت شعار التكنيبولوجيا لتكذب باش نحكي وكورة اليوم في غريفود لنفو واكثر خبار دار لي مثلي فيت فيما يهم كأس عالم قطر الفين وفتين وعشرين هو انه محمد صلاح ورياض محرز بشي يلتحقوا بفريق محلي لي قناة بين سبورتز لمباريات كأس العالم ولكن الاخبار هذية غالط بما انه القائمات الاساسية هبطت اللي بشي يحلوا ويعلقوا على مباريات كأس العالم في قناة بين سبورتز وابرز الاسماء هذية هما كاكا دافيد فيا جابرييل باتيستوتا من مصر فما ابو تريكا وقل جمعة المغربي يوسف شيبو الجزائري رفيق سايغي طرق ذيب طرق غديري كريم حقي وحاتم ترابلسي من تونس ناصر البديو مش موجود غاديو لا لا انا في بالي موجود في القائمة هذه القائمة ثبت لا 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 ثبت في مريفود لنفو شد صيح كيك السديجين الموجود نحن قاعدين نحكي وتواع القائمات اللي اعلمت عليها بين سبورتز قائمات اللي فيتت بالإضافة لمجموعة من الأسماء من قطر وبقي دول الخيش ماذا ذكرني المحلين التواصل اللي بشيكونوا حاضرين على طلوات الزيب طرق غديري كريم حقي حاتم ترابلسي فتح المول دي مش موجود لا لا يا بنت يزيد تاك تشوف اللي ستبه والله هذي قاعدة نقرالك من اللي ازا اختيك للي هبدي سياعز دين شلبي هذي بالحق ينش بجوبك على نجيب نجيب سياعز دين مش موجود في القائمة بتاع المحلين النجيب 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 يلعب نجيب النجيب النج بانه فريقه يعني مش مشيرك ومهوش في القائمة انه هو في كأس العالم. ها ليه على كأس العالم. ما يلعفش. ما يلعفش. ها ليه. ما يلعفش. ما يلعفش. خدنا متخبل جزاني مترشحش. متخبل مصر. لكن ما يلعفش هنين بوا مراد غايب علينا البارح. هو. البارح ساهر للمضي ثلاثة. وعندي صور والله العظيم عندي صور وين ساهر زيب. معنى مش كان مش كان مش ببعض الاماكن السياحية اللي موجودة في الظاحية الشمالية. نقول لكم وين بالضبط. ونحن يقول لغانا فيها الفنان امينة زيري. ايه على صحة. مش مش يسترجع. وبلاسة وبلاسة تبدأ بالاسم توفى بلولة. لولة هكي. ايه. ايه. وبعطت لي معا ماضي ساعتين متاع الصباح. وقلت لي انا قمت نحضر في البرنامج نلقاه هو يبعث ويعمل باي بايات. تعرف تعرف اذاك. لكن هو. لكن هو. لكن هو. لكن هو. لكن هو. لكن كان جاء مراد. معاش يكلموني كان بدا نتكلم ارجوكم. كان يبدأ موجود مراد الهناه كان ينجم يعطينا. اسك فيه تقاليد التحليل الرياضي. ينجم. ينجم جوار مباشر. وما زال يلعب في الكرة. ينجم. يحلل وليه. ما نعرفش انا كاينه ما زالت فهم جوارات تلعب. وكلها كل. في الطائمات الموجودة ما فهم حتى لعب. لكن في العادة في التعليق على البطولات الانجليزية ولا البطولات الارمانية. لا لا ما فهمش حتى جوار. المباشر. اللي يباشرين لكل. اه. اه. اللي اثير عليها اللغة تقريبا. اه. هم الممرنين المباشرين. وفي نفس الوقت يمشي. كل محلين. ذاهر اللي طرحت مع نبيل معلول. نبيل معلول. اه. وقت هيراني في اللي كيمونيشونال. وفي نفس الوقت يمشي حلل في قنوات. لديك عالش انا تسأل. اما جوارات لا. جوارات لا. اذا هذي القائمة. ومش صحيح كما قالت اريجا. انه محمد صلاح. او رياض محرس بش يكونوا موجودين في قائمة المحلين. الكاس العالم اللي تقريبا توا بدينه في العادة كورة. كيفية مش نعمل وقت الواحد وقت الكوب دي موند واغفران ماشية لغادي كيف نعمل فيها. غفران ما ماشي مش تقعد برشة. غفران انت مش تحضر في المظاهرات اللي مش تعمل في الدوحة. اه. تنديدا بالتجاوزات الخاصة بحق الانسان. اه. يكرفتوها بقدة ربي بعض ثلاثة ايام. ويسالتوها هنا لتونس. وطلت حق على روحها ثلاثة ايام فقط. يعودها مراد زغي دي. يمشي قطر يطلب الاحتضار. بس ما كده للسرطات القطرية كعادته. يتسلم ما يتسلم ويرا واحدة. يلا هذي كانت بري فود لان فو. بارك الله وفيك سيد المخرج دي مكال عادة منتبهين. فقط كي نبدأ نتكلم فقط نبدأ تحكيه معايا. معاش تحكي معايا يا ولدي كي نبدأ نحكي. يلا. غفران بنو استوا في لدوسي دل اكران. بش نستغلل هالمصدح هذي بش نشخون بالحاجة تحب. نحب نقدم متاهن اخاصة لعزيزة قلبي ووشتي وحب حيتي ولكل الوالدتي. نحب نقولها انشاء الله كل عام وهي حياة. انشاء الله كل عام وهي حياة بخير وانشاء الله ربي فضلها ليا وانشاء الله ديما هكا فخورة بيا وانا راني نحب نقولها يا امي راني من غيرك من جي حد شاي ومن سويش. وتجيعك ليا هو اللي مخليني نتجاوس برش صعوبات. اليوم اليوم عيد ميلاد منايرة. اي. منايرة يا منايرة. اخذني اخذني انا شو. يا منايرة منك بيره. يا منايرة يا منايرة. يا منايرة. اشتركوا في القناة 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 اهترك انت في تونس احترك انت في تونس الشباب التولسي يعطيه الصحة السيد الرئيس عبدان عال نحن المئيسين رسمها لدى بوساكيز وفان مظهور يا خالق هاي رئيس الدولة يقولوا المعجورين يقودوا في التحركين محمد البعزيزي مجورة هيك مجور ليش مجيلة الاسبيتار ليش نعطي بالفلوس اللي عيلتك مع انت رئيس الدولة يشجع في المجهورين معقول هذا مع انتشوف التحيل بمعينا تحيل انتوما تسمعوا في المسيون مع بورهين بساكيز على اي افام احلى راديو على السوبير ما بقول لأختها بدي مونيري يزم تكون فخورة في بنتك ان شاء الله يانو ببنتك راي حرة مكاوة ليش رأسها عاد زيادة زيادة مش لدرجة دي حرة مش تولينا زيادة لهنا وتدخل ودجي ثمانية سنة روزة الكسنبور عندها جميع تعطي في شوية مواقف هي على بديتها برجالة موش تدرجة ما تمش حاجة اصعب من انو فمتي انسان يتحرر من ثقافة المجموع اللي يسميها البعض ثقافة القطيع ما تمش حاجة فمتني اصعب وقت اللي يفمتي الانسان يثبت فيستحق كل التحية وكل التقدير مهما كان ابتكروه ومهما كان رأييه وموقعه في السوسيولوجيا القطيع هاو راو القطيع يهب لك شعم مثلا في الاعلام هذي في الاعلام من ايبر الاعلامية يجي برهان بساي مكرت عنده 35 سنة ولا قدا في الاعلام وزياد الهاني عنده 45 سنة في الاعلام اشي يقول لك القطيع يا اخي ما الوجوه هذي بتعود ما يشدوش ديار ويخليو الشباب ما يحبوش يشدو فدينا منه كذا اوكي فدينا نجيبو الشباب جي لاغو فرام بينوس قلنا بربي اخي ما نجبوش ندخلو شوي على اقل شباب يولي يوظهر في الاعلام ونعطيوه فرصة في جميع المجالات خلي ياخو المشعل اخي شكوني هذي اخي مني جيت هذي اخي هذي شكوني بشتحكم على بن زيمة محمد رسول الله اه الذي لا يأتيه الابطل من خلف يوم شكوني هذي يا بلوك يولي ديش تحبوه الشباب بتسبوه الشياب بتسبوه ملكوهول تسبوه ارواحكم بتسبوها تشوف ارواحكم في البناية تقولوا يعني كذا هل هش يحب القطيع ماذا يريد هذا القطيع الفرق 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 فرق معناها واضح واضح ما بين المتعلم اللي يحظى بالتبجيل وبالتقدير وليعرف اللي هو متعلم وبين غير المتعلم اللي يقدر المتعلم ويعرف انه غير متعلم نحن اليوم عنا اغلبية تتوهم المعرفة والعلم وهي لا تعرف وهذاك عليش تتطاول على كل من يخالف المنظومة في تمتاحها لأنها تعتبروا هو خارج المعرفة متاحها بالتالي خارج المعرفة وهي التي تمتلك الحقيقة والحق في انها بجترزل وتحقق رغم هذا كل ما يتعمل في بلاتوات دايق في بلاتو متانا اولهم كذا طبعا يجب يكون موضوع نقد وموضوع موضوع موضوع كذا برهان كي يجيك انه القطيع والعبد تعلق ما يقلقش اما كي تجيه واحد تعرف اللي هو قواد ترى ودمر والله بالحق يا برهان والله انا انا عشت زعيم في الجامعة اي طبعا واناو في 2021 اش نهار ثمانيا جرام فيه واوسي منظر ويسيم يسمعون اخرجت اريان في جم مرض من اجل الدفاع الديمقراطي كاقيمة فهبتك معانت هناز حتش كانت كنقول لهم مصبع خير يا فرحوة لا وضم والله يتم معانت هانا ندافع على منطق حق الحجرة لا حق عزدين شلبي وندر العمدوني وتوفيق شرف الدين وميك الزاهي وهعظوكم بشكونوا حقين حقيقيين وهذه هي العركة هذه العركة انا خدمت في تلفز انا خدمت في تلفز انا خدمت في تلفز ويعلموني لان نتكلم بالجالة لان نيجابري شرف نتكافي في البوز كي نخرج بيبا بنتكلم في سجروية واحدة لأن هل حجرة! لأهل الحجرة لا! اليوم واقت ملكي الزاهي! وواقت توفق شرف الدين! وواقت عزدي نجالبي! وواقت قائس السعيد وواقت نجيب التزيري! ماي سيرش! انا مي سيرش! حقنا في بلدنا بش حطوا منافع خزر! في باي! في باي! في باي! في باي! حجر! فنعطي ورايا! ما تلغيش يا عبد ستار! ما تلغيش يا زياد! ما تلغش كذا! وانت زيادا متلغيش كذا! . وانته يا إخي هو! يلا ما يسيرش خلي ينفس على روح وراه البارح كده. لينا ارى ورد بالك. البارح البارح. والبيب سويقة ارى. شكور. اي طبعا. لا لا شكولنا. لكن هو انا جيب يقول لك الوحيد اللي يفتحها للناس اللي يجب. ليه اي 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 اي. هو رأي ورأي ورأي. رأي وما نحب يزولي. رأي وكي تسمعها في هالحكاية هذه البعض بش يقولوا ليش بكم مشيتوا بعيد. ليه الاختلاف رحمة. ساعات الجماعة المخمليين ومتع اللي اللي ينفينو في الصفارة. وكذا. الصفارات معينة. هذك رأي وما يقول لهم حد رأي و بالنقد والانتقاد والحكاية هذه. نوء اللي يقولوها. فهم نوع من الوجهة. هذي رأي ورد بالك. لنا حتى في السوثولوجيا هذي علم. هذا علم. يحكين على اسميل الرمزي. رأي ومش منطلقه مش فاند حدود على مستوى الثقافي. اللي يقول قا واليقول قا. رأي وما يلعبش في في قابلية المجتمع. انه 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 سلطة الخطاب تولي مقبولة اكثر. اه نجيب. اه نضح. اه نضح بالي على خاطر يقول شنهي. ولا خاطر يقول كده. راه جزء منه. اي. 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 ما نحبش نهولها. ما نحبش نهولها. ولكن جزء منها موجود في المثلين. اي اي. اي اي. اخي اللون بيدو اخي ما كانش في وقت ما شخصية الله يرحمه طويقه كان كان على المستوى الدبلوماسي من ارفع ما يكون. اي. وما نجمش يوصل لمرتبة بزير الخارجية. اللي هو. يقلونه. سيطايب صاحباني الله يرحمه. سيطايب صاحباني. مع علما وثقافة وفيينا ولي تحب انت. على خاطر زعم اللون. اي. 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 انا 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 كنت قريب ليه برجة سيطايب. سيطايب وعنده الشعور هذا. ويحسها. حاسس انه موصلش. رغم اللي هو رغم اللي هو معناه كان متنزق مع نفسه. اما كان يحزه. تحسوا افان اللي فما حاجة. حاجة حجزته علي. مايسيش. 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 ماعني هالمحقرانيا تعلو. ولكن لا احده فوق النقد زيادة. من حد مش لمشي بارشة في نظرية الله زيادة الضحية. حد لو فوق النقد. لكن هيتنا عملو هيتنا عملو معارك شوية. راقية راقية. يلا غفرة عنك. والله كان حوار كان يسره. هاي يعطيني. اعطيني. اخبار الموالي. اخبار بلدية سيدي بوسعيد قدمت اعتذار لوفد اجنبي زار المنطقة على اثر قيام الشركة المستلزمة المنطقة الزرقاء بالبلدية بتكبيل سيارات رالي الاجنبية ماركونة بشارع 14 جنفي. البلدية اكدت في بلاغ نشرته على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انها بدرت فورة حصول الاشكال بحله بسبب سوء تنسيق بخصوص قدوم الوفد المذكور. شنجان الرالي عنا الصور بتاعة شنجان الرالي ولا ما ما عندي. يلا رالي مشيه ويخفيه بالكل. اي. فشنجان اخدم خدمته. هيقول. ليه هو حطه لهم سابوات. ايه. 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 ما هو نفس نسميه الشنجان. ايه. ايه. حطه لهم سابوات. خيل. ليه. حط على المنظر النهجي منشوف معلها حاجة. ما بسيدي بوسعيد ولا غيرها. كرتش انت عرئيس الدولة ما خلطت حطه ووقفته موبيلات. تخلصيت ومشيه لاش المشروع ولا حاجة. يحطوه لهم سابوات. اه ليش ليه? معلها سيف الزاب. اخظر معلها المنظر ديك. حتى اللي يتعدك يشوف هاكي فيش. معلها. ايه. ايه. برهن المشكلة في السابوات. روه مو موضوعش بد موضوع. روه المخرج. خاصة باللدي سيدي بوسعيد ده. يا تي مان بان خمسة دقائية. وعندي معهم حكاية. في سيدي بوسعيد زادا. اللي هنيه في اللاك بارتو. اجماع والعلم يعسوا عليه. روه جيك ببل الوقت. ها هو تجيه انتي ما زلت طيقة. في كل في العالم ما ما تحبوا دولي وعالم متحذر عالم متمدد. في العالم متحذر ومتمدد لكل حكاية هدية تعمل خلاصة. ما انت تجيه عضلات مفتولة. لا ما يجيش عضلات مفتولة. لا 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 جيك بالعكس رديك تجيك المرأة وكذا. يلخر عم نحطك خلاصة فلوس تجيه فرحات. لا لا ما فم فرق. بين اللي البرة اللي هو موفر لك اللي تخكينك. اه. نشحوط فيهم طمبيلات نتاعك. وبعدها تجي وقف انت في بقعب ما يشعر. حتى الماكينات. والي مش مهلوكين زي المشفاس دي. وبين مكان لا فم ماكينات لا فم باركينج ويزيد يحط لي للا سبا ولا الشنغال. زياد 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 اشرف على الشنغال في كارتاج. الدنيا الكل كارتاج. ياولدي كراهب العلمين علي سار. حتمتو بزياد ياسر في كارتاج خدمته على الشنغال. انا مرة في في سيدي بوسعيد السيارة متاعي فيني في مكان مهواشي اه مش مملوع. ما في كذا وجاء وعملولي في الشنغال. مم. وجاء شرط علي ياولدي في التاقش انت معي قال لي لا طوى صايف فرط عملنا زمننا فيني ما تخلص. ياولدي هاكم انتم غلطين. ايه قالي نحنا غلطين لكن ساي طوى تقيدتو ياسبك تخلص. خلصتو. اه. وهزيت التاليفون كلمت سايد رئيس البلدية. حق كان في غاية التفاهم وقال لي طوف سلنا طوى نكلمهم ويرجعون لك فلوس كذا قطلوا لا. مم. فلوسوشيات بعشرة نسترجاع انا حبي تقول لك راو اللي قاعد ياقع ذا يراو ما هواش معقول. ما هواش معقول. يالله سيدي خلينا طوى مع ميتيو ريج الحمروني. ريج انتي لباس ما فماش حملات ولا حاجة. امور كبريقلا. اه لي ما عنديش الحقيقة حملات حمدوله لكن وقاع البرح خلط بيني وبين غفران. ليه? لسك عندي ربريك مع يوسف بحري في جونا دي سدوز. اه تعتمد على الريبوندور. دونك البرح فما سايد متغشش يسر. كيفيش? قال لذيك الحمروني وشكوني هي اللي تنيقش في افكار مايا القسوري. نحب نقوله صحيح مش انا اللي نقشت افكار سيدة مايا القسوري ولكن هي غفران ولكن نتصور مايا بيدها ما يقلق هيش انا نختلفوا معاها في الارامة فماش عليش اه مخايبة لغة شكوني. يلا عادي عادي بسير بسير لغة شكوني كنتي وكده. لباس لباس يلا شكوني كنتي مش تعمتيو هيعمل لكيو. بعد شوية مكملين في اميسيون امبوسيبل مع بورينة بسيس على اي افام احلا غاديو.